ضيفتنا في هذه الفقرة مصورة فتوغرافية قدرت أنها تكون مميزة ومختلفة عن جميع المصورين عندنا في الكويت لأنها تصور كل شيء ولكن تميزت في جانب جدا جميل اللي هو تصوير الحيوانات المفترسة هل ممكن يشكر عليها خطورة ولا لا رح نتحور معها أكثر خلال هذه الفقرة سارة الشاجي مصورة فتوغرافية حياة شاء الله حياك بالنسبة لموضوع التصوير واتجاهة لهذا المجال اشمعني اخترتها التصوير أنا من عمر أنا أحب أرسم فالتصوير أكثر شيء قريب حق الرسم فما واجهت مشكلة فيه يعني أول مرة مسكت الكاميرا جربت صورت وانصدمت بالطريقة اللي طلعت فيها الصورة فحبيتي أي إنه أول مرة وتشدي الصورة واو ممتاز هل مثلا أنت اخترت تصوير اللي قلتي هذه اللقطة اخترت اتجاه معين ولا أنت حطت بالتشنة مثلا رح صور أشخاص رح صور طبيعة رح صور حيوانات مفترسة لا بدايتي بالتصوير أصلا مو أنا يعني سعيت لها أهييتني يعني فجأة شري أنا كان عندي ستيديو أنا مسكت ستيديو لشخص معين كنت مساعدته بوضع أنه هو مو موجود بالكويت فا ماسكت الستيديو كان المفروض أنه فيه موظفين ما نضبطوا بالشغل ومشو اكتشفت أنه نلحي معي كاميرا وعدت ستيديو كاملة وما أدري شنو سوي يعني اتصال من وحدة من البنات قالت لي أنه أنا بيأصور اليوم أذكر كلمتني وأنا نايمة فأنا نايمة كل شيء اوكي لشانا أقول لها اوكي أمتها ساعة خمس فاين استوعبت أول ما قمت من نوم لا أنا عندي موعد تصوير يمي فيه شباب عيال المنصور وخليل عوضي مسكين ستيديو فرحت لهم قلت لهم هذي شون يشغلونها ما تعملون حط موعد هذي شون شغلونها فأول مرة صورتها لقيت سهولة بموضوع الإضاءة بسبة الرسم الضل والنور ما واجهت مشكلة بالموضوع بداية معرفة الأوبشن اللي بالكاميرا يوم عن يوم I'm fine تطور سريعي يعني كان يعني تدربته شوي شوي كان عندك خلفية بالرسم والأمور هذه بضبط بس كان عندي الضل والنور هذا اللي أنا فاهمته شفت الموضوع جدا سهل زين سارة شو الموضوع للحيوانات مفترسة واللي أنت عنده تشغف كبير في هذا المجال هو أنا أحب الحيوانات فاتجهت دايريكت أن أنا أصور حيوانات بداية أنت كان قطوة أشياء أليفة أشياء بسيطة قامت تيني أوردارات حق والله أسد نمر أنا ما فيني الرهبة هذي اللي من الحيوانات طبعا نشوف بعض الصور على الشاشة أنت كانت صورتين عنهم من تصوير أي فما كانت عندي هذه الخرعة ما أقولك ما واجهتني مواقف يعني واجهني موقف مع أسد سارة شو الموضوع بس حبيت الموضوع أنت لما تحب الحيوانات راح تحب تعامل معها زارة أنت حبيتهم بس ما تحسين ممكن تعرضين لهجوم أو ممكن في خطورة دائما إذا صاحب الحيوان موجود ما في أي مشكلة يعني ما رحدش على غابة وعلى أسد وأنزل برهات أكيد لا اللي يكونون مربينهم ببيت أو مربينهم بمزرعة أو عموما في أوادم دارما دارهم متعموما أكثر شي تشافرين وتصورين هذه الحيوانات برأيدي ولا ممكن تتحبين أكثر ولا تبيي تبيي إن شاء الله فيها وايد تبيي فيها مربين حيوانات وايد حتى السعودية إن شاء الله المشروع لياي سعودية إن شاء الله فيه وايد مربين حيوانات إذا كلنا موقف تي صارت مع أحد الحيوانات من ثلاثة هو موقف واحد اللي صار لي مع أسد كنت ماسك الكاميرا فبالزوم ما تدري إخوة قريب بعيد شنو الوضع بالضبط فاكتشفت إن في شي شي تطب على شتفي إيدين ثنتين أنا صرت بالأرض والأسد فوقي شنو أول شغلة طرت بالبالها اللي صاحب الأسد والناس الموجودين ما حد قال لي مثلا اخترع والأخي قام يضحكون علي اللي أختYP مخي بالكاميرا أن أدري الأسد إذا أدري أيضا العنش فęt سك على تبديك فقد أتمنع أصرح إلى الكاميرا 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 احمي تلك كاميرا؟ والله كنت أق Personal كل ما تقول لدي تكرمين عنها العشاشة لا الثانية الأسد الأبيض الأبيض موجودة ومن انغذت من هذا الموقف لا والله أخر بروحة بروحة عادي بس ما خفتي يعني خفت على كاميرا شو خفت على الكاميرا ردت فعل لا شعورية طلعت مني الممكن لأنه أنا ربيت فترة طويلة تشل بوليسي فكان عادي حركة هذا اللي يزدحني مخي ما ترجم من هذا أسد مخي ترجم الكاميرا لا تنكسر بالنسبة للطقوس في وايد أشخاص مثلا نقول في أي هواية ثانية يحبون هدوء في الرسم يحبون مثلا نزعاج وهما يقرون كتاب معين سارة شايجي وهي تصور شن أجواءها قبل أو بعد التصوير اللي هي تحب أن تكون فيها عادي يكون دار مداري لوية ما عندي مشكلة أحب اللي جدامي يتحرك على راحته سواء كان يعني بني آدم أو حيوان صعوبة توجه الحيوان وحتى الناس لما تتقول لها تحرك شي تحرك شي تطلع الصورة مفتعلة مصجية صح خلي على طبيعته ولضع كله على طبيعته ستطلع على قطقوية حتى أحيانا بعض الأشخاص اللي يروحون أحنا نصور دائما المصورين يقول خلكم على طبيعتكم لا نصوركم لا تسوين الحركات بس ما يليش أغلب الأشخاص اللي يصورون يقول ما عفو أسوي حركات يقول حق مصور 99% من الناس أنا شنو أقول له أوكي تحرك سولف مثلا رفيجك موجود معاك أحد سولف وياه وأنا أكون مركزة بحركاته فراح أصيد حركة إنها ترى واجهة صعوبة هذه لما أروح أصور أو أحد يصورني ما ديش أن أسوي أقول لي حركة تسويها صورة تجرب رح تكتشف أن الموضوع جدا سهل بس تم علين يلت إن شاء الله ونأخذ صور حصرية نزيل بالنسبة حق العدسات أعتقد أنت صرت خبيرة في هذا التصوير عرفت أمور كثيرة هل مثلا عدسات التي تستخدم لي الحيوانات المفترسة أو الطبيعة أو الأشخاص تختلف ولا كلهم يكونوا مفضل لا هي مو على نوع اللي انتقعت صورة هي على المسافة مو على الشي نفسها لا يعني مثلا أخذ 24-70 تكون المسافة قريبة إذا بأخذ 700 شوية أبعد الزوم رح أصيده أكثر إذا شيء ثابت قريب مني ممكن عدسة 50 هو هني ما رح رح مكان فما لا أشغل بالنوع بالشي نفسها هو على المسافة نفسها بالضب ممتاز خلنت تكلم عن مشاركتش في بعض المهرجانات سواء عندنا في الكويت أو خارج الكويت أو بعض المعارض لا ما شاركت أنا مهرجانات معارض أنا كان في قروبات تعرف في الإستجرام لما يصير لك في مجلة مشهورة تنزل صور كانوا وايد يختارون صوري خاصة الصور إذا عرضوها اللي فيها الشيطة انزلتلي بموقعين وفي صورة الجلب إذا شفتها الأبيض هم منزلت بموقع شفناهم أنزين شلون يتم التواصل معهم هل أنت حط هاشتاقات حق مصورين عالميين حلو فأهم يدلم يدعون الهاشتاق يختار هذه الصورة وهو اللي يكلمني أوكي حلو يعني قا يستأذنون بعد يأخذون هم يقولوا لك لا مو يستأذن هو يبلغك أن أنت ترى مميز عندنا حلو نزلت كم سنة صارت في التصوير تغريبا أربع سنين تغريبا أربع سنين خلال الأربع سنين وداشين بالسنة الخامسة شلون صارت تطور من عمرها في عمل التصوير هل خلاص وصلت مرحلة أن أنت ما تسوين مثلا سيرت على معلومات أو تشفي المعلومات أو داشين دورات يوتيوب أحلى دورة بالدنيا ادخل ليوتيوب والعم جوجل بالضبط كل شيء أي افكت يديد تبيت تعرف إضاءة تبيت تعرف أي شيء جوجل كمتاز بالنسبة لي الصور العالمية ذا جداش عليك أعتقد توقيتها شنو ردت فعلت لما تشوفين أنت صورت صورة ويلتش مثل هذا التعليق من شخص عالمي أو ممكن محترف لا الأحلى وليس جديل الأحلى لما تشوف الكومنتات اللي تحت اللي ملوت مصورين على مستوى عالمي يجب أن يدحون الصورة يعني بالنسبة لي استل أنا عند نفسي مبتدئة وايد شي حلو وايد شي حلو هل تطايقين إذا في أحد أخذ الصور من أكاونت وحطهم عنده وما استأذن حتى لو مثلا حطاها النساء وقال أنا لمصورها مستحيل مستحيل ما صارت معت ما صارت معاي أنا صارت معاي أنا مرة قعد أفتر بالإنستغرام تشلقى صورتي أنا واحدة من الصور ممكن أن نعرضه لقيت صورتي معروضة بأكاونت بدون تحديد لا منه الشخصية ولا منه المصور أيواز هبي يعني ما حد اختارها الصورة أنا هي حلوة صح ولو منه بينسبها حق نفسها بالنهاية راح تعرف أنه ما راح يقدر يطلع نفسها نزين سارة أنت ما شاركت في أي مهرجان ما تفكرين أن مثلا ندشين في مهرجان معين في دولة معينة ما تقع نشوف نحن كثير من المهرجانات موجودة عندنا ممكن بالإمارات بس بالكويت ما عندنا شي يعني على مستوى لماذا أنت تبادرين في هذا الشي وتكون أنت أول واحدة مثلا تسويين هذا الموضوع عندنا في الكويت نحن حاولنا أكثر من مرة مع قروب مصورين نحن سوي جمعيا نحن نواجه صعوبات فيها يعني مو سهلة العملية تعرف هنا قوانين وتعال خطيها الخطوة عشان توصلوا للي بعدها يبين لك سنة حالو بالنسبة حق المصورين اللي أنت تحبين وتابعينهم هنقول قبل لغاية اليوم أو المدرسة اللي أنت تتابعينها دايما والتعلمين منهم ما في مدرسة معينة يعني كمصورين أنا إذا بقول أرد الفضل حق تعليمي مشعل المنصور خليل العواضي مرزوق مضحي وهم الثلاثة هذولا الأساس اللي أنا تعلمت منه التايب الستايل اللي أنا مشيت عليه من شغلهم شوية شوية أنا بديت أطلع بخط تاني يعني يعني أنا الوحيدة بالكويت اللي دشيت بموضوع الحيوانات صحي الأفكتات هذي اللي الوي التشار ما شفت واي الناس بالكويت قاعد يسوونها طبعا وشال ميديا أو بهذا المواقع هذي اشلان يعني يعني مثل تعرضين في السناب شات عندي سناب شات عندي انستجرام بس أكثر على اليوتيوب تحطينها الموضوع لا أتعلم من اليوتيوب تعلمين عبالي تعرضين شغلتش كلها على اليوتيوب اتعلم اليوتيوب نزيم بالموضوع الفيديوهات ما فكرت مثل تسوين تشاركين خطوتي لي ديد ان شاء الله كلميننا عنها ان شاء الله متى راح تبلشين فيها وشون يتش الفكرة من تصوير الفيديو صورت مرة عيادة حق دكتور وكان معي مشعل المنصور صورنا فيديو منتجنا توني الحين بادية شوية أتعلم على تصوير الفيديو يعني لما تكون انت اختصاصك رسم راح تميل حق الفوتو أكثر من الفيديو يعني أنا نفسيا مواجهة صعوبة بالموضوع هذا بس ان شاء الله لازم اتعلم هل مثلا الفيديو والصور هذا كله ياخذ جهد وطبعا وقت طويل مو هنقول ساعة ولا ربع ساعة باليوم هل انت هنقول عندك وقت فرق كبير أو عندك مثلا وظيفة ثانية غير هذا الموضوع لا أنا متفرغة أنا متفرغة قبل كنت موظفة وطلعت عشان الستيديو يعني أنا مسكت Art Touch مدة طويلة اشتغلت فيه للحين إن شاء الله أنا شقالة بهاهم ما رح أقدر أوازن بين وظيفة وبيني ده أنا سجأ بيأطلع يعني لو أنا موظفة صدقني ما رح أتطور بالسرعة هذه مستحيل زين سارة يعني لش ما انتجهتي مثلا خنشب الفترة الأخيرة وايد أشخاص مصورين الأكثر خنقول قاعد يصورون المشاريع الزغيرة قاعد يصورون خنقول فاشنستات المشهورين الإعلاميين قاعد يرضونهم ما فكرتين تتجهين لهذا الشيء يعني ما رفضت الفكرة بس ما توجهت لها للحين إن شاء الله يعني في أحد يعني في أحد فبراير والكويت قاعد تحتفل مجهزة شيء حق 25-26 فبراير يجولي أنا أصور لي هال بهالفترة باللبس العياد الوطنية واتشذي ذات ست يعني أنا مو من هوايتي تصوير المناظر الطبيعية أو اللاندس كيب أنا أحب لي ويوه يجذبت شلوي أكثر لازم وي يعني صورة ما تجذبني صج إلا إذا فيها إما بني آدم أو حيوان في شيء حيء بالصورة ممتاز حلو في خصوص التصوير الفتغرافي التصوير وائد ناس الحين قاموا يمسكون الكاميرا ويصورون الموضوع جدا سهل اللي يريد تطور مثلا أنا عندي ممكن أنا هم أقدب دورات في مثلا عندي بيفا مو بيفا عفوا نشي اسمها الثانية أريدوا ياخذوا مني دورات مرات فحق اللي حاب يتعلم أو يتطور أنا موجودة إن شاء الله كل الشكر لك سارة الشادي مصور الفتغرافية على وجودك معنا والله يفكرتش يا رب ونشوفك من الأشخاص دائما ناجحين على مستوى التصوير الفتغرافي يا أتك العافية الله عافيتش فاصل صغير وردين